سمعيني كده يا جماعة? تماما دكتور. طب هاي جميل جدا. تمام شكرا لي. احنا الاسبوع اللي فات اه اتكلمنا على شرحنا الكيرب ده وشرحنا المنحنة الجرعة ودرجة الاستجابة. وشوفنا فعلا من خلال التجارب العملية اللي بتتم تنفيذها نقدر نعرف خواص وسلوك اي مادة كيميائية ممكن يتعرض لها الفرض. وفي الحالة ديت بنخرج منها من بتاع اي مركب او اي مادة كيميائية بنستخدمها في الصناعة عندنا او في اي نشاط صناعي يبقى في الحالة ديت نقدر نتعرف على اه بعض ايه التركيزات المهمة جدا اللي بنخرج منها بيه. معرفة ايه بقى ايه الحدود العتبية بتاعت المادة ديت. يعني ايه التركيزات الخاصة بالمادة ديت. تمثل الحد الامن. وايه التركيزات اللي بتمثل عندنا اه درجة الخطورة. اللي احنا عرفناه من خلال ال هنراجع كده سريعا مع حضراتكم. تركيز الاولاني المهم اوي بالنسبة لنا اسمه او التركيز المرجعي. او احنا يعني بنقصين كده كأننا بنقول ايه التركيز الامن. وهو هو نفس الكلام لو التركيز ده وصل ليه جسم الانسان في صورة جرعة. يبقى ريفرانس دوز اللي هو الار اف دي. هو نفس المعنى نفس الديفنيشن. واللي بينطبق عليه تلات شروط اساسية. ايه التلات شروط دولة? ان الاستمرارية يبقى فيها الكونتينيواتي. التعرض لفترات اه مستمرة. والديوريشن بتاعها مش محدد بيوم او اتنين او ثلاث ساعات. لا. ده فور لايف تايم. اه في الوقت نفسه كمان. طب التعرض للتركيزات دي شكلها ايه? او التعرض للدوز دي شكله ايه? او بيأثر ازاي? اتفقنا ان هو without any health adverse effect. طب الريسبونسي بتاعه اللي احنا بنقول انه هو without. بدون اي تأثير سلب على صحة الانسان او على صحة اي مكونات البيئية في الايكو سيستم. اتفقنا ان احنا هنستخدم مصطلح لطيف جدا. بيعبر عن عدم التأثير او عدم ملاحظة اي تأثير من التعرض لتركيز الامن ده. اللي هو no observed adverse effect level. واخدنا التعريف بتاعه اللي هو اعلى مستوى تعرض للفرد او للكائن دوت. ليه التركيز ده? اللي عنده ما بيحصلش اي تغيرات او اي تأثر بيولوجي للكائن الحي ده. وده حاجة كويسة جدا. وعرفنا ان ده يبقى ايه? الحد الاامن لمين? ليه? المادة دي. اتفقنا كمان. مش شرط ان احنا ممكن تركيز المادة ديت في بيئة العمل ممكن تزيد. وفي الحالة دي يبقى فعلا نبدأ ان نركز بقى فيه في اهمية ايه? التركيز دوت. وناخد حضرنا عند ايه? زيادة التركيزات دعت المادة دي. طب التركيز اللي هو اللي ايه? اللي احنا ممكن نقلم منه. سميناه البنش مارك دوز. اللي اتنين دولات عرفناهم ان هما يعتبر اقل تركيز على طول بعد على طول ايه? الحد اللي هو الفاصل دوت. اللي هو اول تركيز بيسبب ضرر او بنلاحظ له ضرر او بنلاحظ عليه اي تأثير على الكائن الحي ده. طب طالما كده بدأ نشعر بيه التأثير يبقى اكيد اللي ايه? التركيز دوت سبب ليه هنا ايه? ريسبونس. ريسبونس دوت على طول نفهم ليه ايه بقى? ها? ليه تأثير والتأثير دوت سمينا ايه? هو تعريفه مهم جدا وواضح جدا بيقول لنا ايه? ده يعتبر اقل مستوى تعرض. فعلا ماله عنده بيحصل ايه? يعني بيحصل تأثير واضح جدا لتأثير بيولوجي واضح. وطبعا ده مهم جدا هو ده الحد الخطر اللي ما ينفعش ان احنا اه نتعرض ليه حتى لو لفترات ايه? قليلة. ومن هنا جات الحدود العتبية بتاعت مين? بتاعت اي مادة كيميائية. ربما الفرد او الكائنات الحية تتعرض ليها. ومن هنا بدأنا نستخدم الحدود العتبية دي في الدرسات البيئية عشان نعرف نضبط بقى الايه? المودلز اللي احنا بنستخدمها علشان آآ نقدر نحدد مستوى الخطر فين? ولو في ريسك او ما فيش ريسك باستخدام المودلز. استكملنا بقى المحاضرة بتاعتنا المرة اللي فاتت لما جينا اتكلمنا طب نعرف الحدود العتبية دي من اين? والتركيزات دي من اين? لما روحنا وشوفنا برنامج الكاميو. واتمنى ان تكون حضراتكم نزلتوا البرنامج دوت آآ في حد لقى عنده مشكلة ان هو ينزل البرنامج ده? احنا نزلنا دكتور واتعملنا به على التلفون بس على الجهاز. على الجهاز دكتور بيديني ان انا ادخل بسورد اشتغلش معايا. لكن على الفون اشتغل معايا. من زلت على الفون اشتغل معايا فمش مشكلة. طب تمام. هو هي انا بالنسبة لي غريبة ان هو يطلب. اشتغل معايا وعلى الجهاز برضو كدسكتوب يا دكتور اشتغل معايا بدون اطرابش من حاجة. صحي كده صحي كده. لا هو اه هو فعلا اه الطبيعي زي باشمانس احمد اسين قال كده. الطبيعي ان هو ينزل ده برنامج صغير جدا. وبينزل بسهولة سواء على التلفون او على الجهاز والكمبيوتر. وما بيطلبش اليوزر نيم والباسورد. ممكن حضرك باشمانس احمد شعبان. ممكن تراجع تاني. وتحاول تنزله تاني. هتلاقي ان شاء الله نزل على البي سي عادي جدا. ما فيش اي مشكلة خالص. آآ برنامج ده مخفيف وبسيط جدا. وآآ طبيعي جدا. الناس اللي بتشتغل في مجال الصناعة عمتا. ضروري ان هي تبقى عندها البرنامج دوت. آآ قاعدة بينات متحركة مع حضرتك. فبالتبعية تلجأ. تقدر تلجأ لها وت تستخدمها. فاي وقت حضرتك محتاجه. عايز تعرف معلومة سريع عن الخواص اليميائية الفيزيائية. اي مادة. اي هي الفيرست ايد بروسيجورز ليها. ايه التأثير على البيئة. ايه التأثير على صحة الانسان. ايه الاجراءات اللي انا ممكن اتخذها عشان آآ اقدر آآ اتعامل مع المادة ديت لو جات على الايد. لو جات على لو جات في اكل. لو جات في تنفس. يبقى كل الاجراءات ديت واضحة وصريحة بالنسبة للتعامل مع المواد الكيميائية. ودي مهمة جدا. استكملنا بقى المحاضرة برضو. آآ بتشغيل برنامج او موضل بقى. موضل. نموذج لتتبع مصار آآ سحابة آآ من الانبعاثات لمادة ملوسة. لمادة ملوسة في الاتموسفير. وعرفنا ان احنا من خلال الموضل دوت اللي هو الالوها. نقدر نعرف آآ حركة السحابة ديت هتوصل لفين? المسافة قد ايه? بعد زمن قد ايه? وتركيز المادة الملوسة دي عند المرحلة دي هيبقى تركيزه. فده برضو موضل من الموضلز المهمة جدا. احنا بنستخدمها في الدراسات البيئية. وضروري جدا برضو ان حضراتكم يعني آآ تنزلوا برضو البرنامج دوت وكمان تنزلوا اللي هو البرنامج اللي بيساعد على آآ ازهار نتائج الموضل بتاع الالوها ديت على الخريطة. ليه? عشان تبقى الخريطة في الخلفية يبقى حضرتك شايف السحابة دي بتغطي مساحة قد ايه? يبقى حضرتك شايف لو في منطقة سكنية هتبقى معرضة للسحابة ديت بالتركيزات ديت يبقى واجب ان يبقى آآ اتخاذ اجراءات آآ حماية للناس او السكان اللي موجودين في المنطقة ديت بتفعيل طبعا خطة الطوارئ معينة مناسبة للايه لحالة الطوارئ ديت. ده كده باختصار شديد اللي احنا ايه اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. طيب. يبقى احنا هنرجع تاني للدوز تاني. اصبح ده حاجة مهمة جدا لكل الباحسين اللي بيتعاملوا مع المواد الكيميائية. وسواء في الصناعة في في الانتاج في المعامل في المخازن في اي نوع من انواع التعاملات. ودي حاجة مهمة جدا. طيب سؤال هل اللي احنا زي اللي احنا شايفينه ده كده? ده سابت لكل المواد. يعني كل المواد هتبقى الشكل بتاعها زي ما حضرتكم شايفين كده اللي هو كده. المنظر ده اللي هو ده كده. هل الشكل ده سابت معنا كلنا? لاي مادة? تغير يا دكتور. يختلف. يختلف. هايل 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 فعلا الاجابة صح زي ما حضرتكم فعلا قلته. هو فعلا بيختلف. بيختلف من مادة للتانية. يعني نقدر نقول ان زي البصمة. زي بصمة الصوبعة كده بتاعتنا او البصمة الايدين بتاعتنا. فعلا كل واحد ليه البصمة اللي اتميزه وتتميز الشخص ده. وبالتبعية كل مادة كيميائية يكون لها مين بتاعك. بمعنى لو انا عندي مادتين مسلا. مادة ايه? ومادة بيه? ايه? اهو? لو تلاحظوا ايه ده? اللي هو باللون الازرق. اهو. المسار بتاعه اللون الازرق. ده كرب الاولين. هتمشي كده عليه بصة حضرتك الايد. اهو? نعم? نعم? معلش انا اسف لان بكلمة الدكتور عبير معاي. طيب تمام. اه. هتدلاع على المكان الحالي. طيب تمام تمام تفضل. شكرا ده. لو هنلاحظ كده بتاعنا بتاع اللون الازرق ده. هتلاقيه ماشي بص كده على المحور اكس لغاية المرحلة دي كده. فده المرحلة اللي احنا سميناها يبقى سميناها ثري شولد. وده اخر الحدود بتاعته هنا هوت اهيت. بتاعت مين? ثري شولد. وبعد كده يبدأ يسيب محور اكس زي ما انت حضراتكم شايفين كده اهو. ويتحرك كده. طيب. التاني اللي هو عندي مادة تانية اللي هي اهيت. وبص كده حضرتك بتاعها فين? اهو. الحتة دي بس. شايف الحتة دي? اهي. ده بتاعها. ده بتاع مين? بتاع المادة بي. ويبدأ يسيب محور اكس ويبدأ يطلع بقى وشوف حضرتك سلوك وماشي ازاي? اهو. ماشي كده? اهو. اه. يعني انا لو عندي اه اكتر من مادة اقدر اعمل بينهم مقارنة. طيب. المقارنة هنا هوت عندي. طيب تتم ازاي? تتم اما من خلال رقم واحد او ثري شولد. اه. عايز اعر. ثري شولد دي بيتمثل ايه لكل مادة? بيتمثل لي فطرة الايه? الامان لكل مادة. طيب. يبقى في الحالة ديات المادة الاولينية. ايه ديت? ليها صفات معينة. طيب. تعلمنا كده واحنا من صغرنا ان ايه? ان اي منحنة بيكون ليه سلوب. ايه هو السلوب? السلوب ده وعبارة عن الميل. اهو زي ما حضرتكم شايفين. الميل بتاع مين? بتاع المنحنة ده. هتلاعر اتلاقي كده المنحنة ده كده زي ما حضرتك شايف تقول لي طيب ازاي نجيب الميل? لأ هنيجي عند الحتة اللي فيها ايه? اللي هي بيبقى فيها استقامة شوية. الحتة دي زي ما حضرتكم شايفين الحتة دي. بالزبط كده. الحتة اللي في النص دي هي كانت خط مستقيم. نقدر ناخد السلوب. طيب السلوب بنجيبه ازاي? اتعلمنا كده واحنا زغيرين. قال لك فرق الصدات على فرق السينات. ايه هي الصدات? يعني فرق ايه? للقيمة ديت. النقطة ديت اللي هي واي وان. ليه احداثي. والنقطة ديت ليها واي تو. تمام? ونفس النقطة اللي هي واي وان دي كان ليها مين? اكس وان. زي ما عدلاتكم عارفين. وكان النقطة التانية دي ليها مين? برضو اكس تو. طيب اتعلمنا السلوب هنا هو اللي هو بيساوي ايه بقى? فرق الايه? الواي. هدي يبقى واي تو. ناقص واي وان. تمام? يبقى على مين? على اكس. فرق الاكسات اهو اكس تو ناقص اكس وان. ويبقى في الحالة ديت قدرنا نجيب السلوب. طب احنا هنستفيد منه ايه? ده هنستفيد منه حاجة مهمة قوي. ده السلوب دوت. بعدك هنعرف ان هو بيعبر عن مين? بيعبر عن التوكسيسيتي. او التوكسيسيتي فاليو. توكسيستي ايه بقى? توكسيستي فاليو. الله يعني معنى كده ان انا لو جبت السلوب لكل مادة من بتاعها يبقى انا كده نجحت ان انا اعرف مقدار السمية بتاعت المادة دي. فعلا الاجابة ايوة صح فعلا. وفي احد الكينات او المؤسسات هي برضو عملت الشغل ده. وراحت جمعت الايه? عملت حسابيته. عملت طبعا بالكل المواد دي. وراحت حسبها الايه? التوكسيستي فاليو الايه للمواد ديت. اه يبقى الميل او المسلس اللي هو تحت المساحة بتاعت المسلس ده. اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده. هي دي بتعبر عن السلوب. بيبقى هي دي مين? بتعبر عن بتاعت المادة دي. طيب بالنسبة للمادة التانية طبعا نقدر نحسب لها لسلوب اه طبعا نفس الكلام. انا عندي اغيت النقطة الاولانية ديت اهي بتاعتها لو هنزل كده اهو بص كده هنزل ادي اكس وان ودي اكس تو. تمام? وهنا برضو الترمى اكس وان ديت يبقى ليها ايه? واي وان. وآه ليها واي تو. يعني بمعنى اصح برضو هنطبع عليها القانون بتاع السلوب اللي هو بعبر عن توكسيستي فاليو. اقدر اعرف مين? اقدر اعرف قيمة التوكسيستي بتاعت المادة بي. وفي الحالة دي اقدر ايه? اقدر اعرف آآ مين المادة اللي هي مور توكسيك. طيب حضراتكم تتخيلوا كده المادتين دول معايا هنا هوات. مين هي المور توكسيك? مادة بي? بي مور توكسيك. طب حد عنده رأي تاني او يدعم نفس الرأي? الرينج الاكبر هتبقى المادة الاولانية دول. هي اللي بتدي الرينج الاولانية دول. اللي هي الايه? المادة ايه? اه بالضبط. اه. طيب بصة هقول لحضراتكم حاجة. نعم? الرينج الاكبر ايه. طيب احنا نعمل حاجة رطيفة. احنا هناخده. حضراتكم كده اه تقودوا تفكروا فيه براحتكم. وتطبقوا عليه. وحضرتك اه هتعمل ده. ومشكورا هتبعتولي على الواتساب. اه على البرايفت. واسمه حضرتك بس بالعربي كده مشكورا بس. وبس اهم حاجة هتقول لي ايه ولا بي? هلازم تكتب لازم تكتب السبب? ليه? انا فاهم ان حضرتك بنيت فكرك ده بنان على ايه? تمام? فده يبقى اه حضرتكم مشكورين تبعتولي على الواتساب. طيب. اه يبقى كده. مالك السؤال بعد ازن خطوطك. احضرتك رابطك اه احنا انا يعني هلترسم ازاي عشان نقدر نحدد المادة? ده لنا ممكن اعرف? اه حضرتك اه ممكن تطبعي ديت. اه. ولو عايزة تعملي عليها اللي هي الخطوط زي ما احنا عملناها كده? حضرتك هتقدر يتوصل الى ان شاء الله. تمام. شكرا. تمام كده? طيب. طيب. يتبقى في ملحوظة تانية كمان مهمة جدا. يبقى بص في قد ايه مهم معنا? وبنستخرج منه معلومات كتير. استقدمنا منه او خرجنا منه منطقة اللي هي كانت مهمة جدا ملزبا فترة مرحلة السماحية اللي هي داخل فيها التركيزات الامنة اللي هي او واستفادنا منها ان اول تركيز بيحصل عنده تأثير ده اللي هو وقدرنا نتعرف ان السلوب بتاع الملحنة ده بيعبر عن الغيب. انا السيفيريتي او الخطورة بتاعة المادة ديت. اه دي يبقى في الحالة ديت اقدر اعمل ايه بقى? عندي كمان برانطر تاني مهمة اوي بيستخدمه كتير والباحثين بيستخدمه كتير جدا جدا جدا. المصطلح دوت اسمه ايه اللي دي 50. وحضرتكم اكيد سمعتوا عنه 50%. يعني ايه 50% من التعريف بتاعه اللي هو ما لها? معناه ايه? معناه ايه? اه فاكرين لما احنا عملنا التجربة التجربة بتاعتنا اللي هي كان عدد من الكائنات الحية قلنا عشر كائنات حية. وعرض كل يوم بنعرضهم لتركيز معين. لغاية لما وصلنا ان كل الكائنات الحية نفقت. كان عندنا اه اسمه ده تركيزات واحد وتلاتة وخمسة وسبعة. لغاية لما وصلنا كان خمسة وتلاتين تركيز. وكان كل مرة بنشوف هل في كائنات حية كانت بتنفق او لا. لغاية لما وصلنا كان فيه تركيز وليكن سبعة آآ ميلي جرام او بي بي ام. اكتشفنا ان هو ايه? نفق عنده او مات عنده خمس كائنات حية من اصل عشر. آآ اصبح عندي مين? التركيز سبعة ده? التركيز اللي بيموت عنده او متوقع يموت عنده كام? خمسين في المية من خمسين في المية من الكائنات الحية اللي موجودة اللي معرضة للمين? للمادة الكيميائية ديت. يبقى في الحالة ديت التركيز ده ما نقدرش يعني نوصل الايه? آآ التركيز ده في بيئة العمل للمرحلة دي. انا كده بنقضي على خمسين في المية من الكائنات الموجودة اللي في في البيئة ديت. وده طبعا رقم خطير جدا. فان العلماء استخدموا اللي دي للتعبير على آآ هو ده التركيز اللي بيموت خمسين في المية من الكائنات الحية. طب اعرفه ازاي? لما برسل ملدوز كده. اتفقنا ان كان كل تركيز احنا بنحقنه للكائنات الحية. كان كل مرة بيكون لي ايه? اهو ده لي ريسبونس ده لي ريسبونس. تركيز تاني اهو ده لي وهكزا. طب نعرفه منين? انا اجي الريسبونس دوت وامشي عليه خط عكسي. اهو. يبقى الخمسين في المية دي ده الخمسين في المية اللي هما آآ اللي مات خمسين في المية من الكائنات الحية. امشي خط عكسي. لغاية لما يقطع مين? يقطع المنحنة بتاعدوز ريسبونس كير. لو نزلت منه خط رأسي كده. اوصل لمين? اوصل للتركيز اللي هو سبب ها? آآ موت خمسين في المية من في بيئة الايه? في البيئة. تمام? فده احد البرامترز المهمة جدا. وبيعبر عن الايه التوكسيك برضو في اه البيئة. طيب. تعالى نلخص كل الحدوتة اللي فاتت ديت. قالوا لنا ايه بقى? قالوا لنا المواد اللي هي المواد اللي هي آآ غير مسارطنة. هي المواد اللي بينطبق عليها سلوك الكيرف اللي هو او المنحنة بتاع ايه آآ المنحنة اللي احنا تعودنا ده اللي هو بيبقى شكله كده زي ما حضراتكم شايفين كده وبيبقى طالع كده. اهو. ده. اتفقنا ان المنحنة دوت بيكون ليه هايل جدا. طيب. يبقى المواد اللي هي بتتبع السلوك اللي هو السيجمويد ده. اللي هي نان لينير. ده نان لينير. يبقى ليها وليها آآ وبتبقى نان لينير فهي المواد دي ما لها نان كارسينوجينز. تمام? اما المواد التانية اللي هي الكارسينوجينيك بقى للأسف بيكون السلوك بتاعها ستريت لاين. والستريت لاين ده اهو كده اهو. ده محضراتكم شايفين كده اهو. ده ستريت لاين. بمعنى ملهوش اي 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 ستريت شولد. ملهوش اي فطرة سماحية اقل لتركيز فيه للأسف بيسبب اضرار صحية. فهو ايه كارسينوجينيك. يبقى ملهوش اي ستريت شولد. وكل التركيز المواد ديات هي. حتى لو التركيزات ايه ضعيفة. فاصبح عندي كمان تاني. بس للمواد مين? للكارسينوجينز. بقى عندي واحد للنن كارسينوجينز والتاني للكارسينوجينز. لازم نقدر نميز بينهم. اللي هو الاولان اللي هو الكارسينوجينز او ما بيكونش ليها من على طول اهوت زي ما حضراتكم شايفين. اقل تركيز بيسبب ضرر صحي. المواد التانية بيبقى لها الشكل اللي هو السيجموية دوت ولازم بتكون فيه فطر ثري شولد وبتظهر عليه بقى اللي هي واللوست ادفيرس افت ريفل. وممكن اقدر احدد عليه برضو اللي هو الالي دي ففتي هنا هوت كده واقدر اشوف كل الحاجات ديت عليه زي ما احنا شفنا فين للمواد اللي ايه النن كارسينوجينز. طيب. ده برامتر مهم جدا 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 وزملة كتير جدا من الباحسين بيستخدموه في الابحاث بتاعتهم وممكن حضراتكم بتستخدموه كمان كتير. يعني عندنا زميل برضو هتبقى دفعات حضراتكم اللي هي الاوائل كان بيشتغل بيشتغل في مجال الاتصالات وآآ بندرس فكرة تأثير الايه الابراج الاتصالات ديت على صحية الافراد. طب ننقسها ازاي ونعرفها ازاي بنستخدم الكوشنت ميثود. كوشنت ميثود. كلمة كوشنت اصلا معناها ايه? حد يعرف الكوشنت يعني ايه? كلمة كوشنت. نعم? افعد لا. اه لا مش اكوشنت. كوشنت يعني خارج اسمه. كوشنت هي خارج اسمه. طيب. ايه خارج الاسم? هقول لحضراتكم عمل بنعمل ايه? هندي حضراتك مثال كده بسيط. لو انا عندي منطقة محل اهتمام محل دراسة بتاعتي. شركة. او احنا عايز اقول لحضراتك كمان. في كلية العلوم عملنا الموضوع ده مع الطلبة. طلبة عندها مشروع تخرج. فجبنا الطلبة ديت. وقلنا لهم بص ايه رأيكم? احنا هنعمل. هنشوف مقدار تلوث بيئة الكلية بالغبار. الغبار. التراب اللي موجود في الكلية. طب نعمل ايه يا دكتور? قلنا لهم بسيطة جدا. احنا عندنا جهاز. آآ اسمه ايه? اير سامبلر. اير سامبلر. زي مطور كده صغير شفاط. عامل زي المكنسة اللي بالكهرباء كده بيشفط. بيشفط. طب هو وظيفته ان هو يفضل المطور ده كده يفضل شغال. بيشفط. بنحط على الفواهة بتاعته. اه فيلتر بيبر. ورقة ترشيح. وبنثبتها فيه. وبنشغل المطور. فطول ما المطور دوت او الشفاط دوت بيسحب او ال اير سامبلر ده بيسحب الهوى. فبيسحب الهوى من الخارج. بتمر على الفلتر بيبر وبعد كده بيطرده من الخلف. يبقى كل الهوى اللي داخل من خلال الفلتر بيبر ده لو فيه غبار. ورقة الترشيح ديت او الفلتر بيبر دي بتحجز الغبار عليه. لو احنا كنا وزننا ورقة الترشيح دي قبل التجربة بتاعتنا. ليها وزن. ورقة الترشيح. بعد ما بنستخدم الورقة الترشيح دي ونخلص التجربة بتاعتنا لمدة معينة. نتيجة تراكم الغبار على ورقة الترشيح ده. فبناخدها نوزنها. بيبقى فيها وزن. نتيجة تراكم الغبار عليها. يبقى فرق الغبار دوت فرق الوزن ده بيعبر عن كمية التوتل دست. التوتل ها آآ بورتيكليتز. توتل بورتيكليتز. اللي هي الجسيمات العالقة ديت. طيب عملنا ايه فعلا? ادي ده مسلا وليكن دي الكلية كلها. دي مسلا وليكن دي البوابة دخول السيارات. ودي كانت مسلا بوابة دخول الطلبة اللي هو المشاه. وهنا آآ المكتبة وهنا الكافاتيريا وهنا مبنى مثلا قسم نبات. هنا مبنى قسم علوم بيئة. هنا قسم فيزياء. بدأنا نعمل ايه? اتفقنا ان احنا هناخد عينات عند كل مين? عند كل منطقة تم تحددها ليه? عشان نشوف توزيع الغبار ده على الاماكن المختلفة بتاعت مين? بتاعت الكلية كلها. عشان نحدد والله لو في منطقة فيها غبار كتير. الغبار ده وفي تجمعات للطالبة او الموظفين او اعضاء التدريس. وفي الحالة دي هنقول للناس طب ايه سبب الغبار ده? ونعالج المشكلة. طيب لقينا ايه بقى? طلبنا من الطالبة كل يوم الطالبة الصبح بتيجي الصبح وبتشغل الجهاز دوت. وتفضل اه مشكلات. طبعا بتجيب الفلتر الاول توزنها وهي نظيفة وبعدين تركبها في الجهاز. وتشغل الجهاز وبعدين ايه? اه لفلترة معينة وترجع تاني تاخد الورقة للترشيح دي الفلتر فيبر وتروح توزنها تاني وتشوف الفرق ونحسب شوية حسابات كده وفي الاخر نقول اه يبقى هنا كمية وتركيز الغبار كزا. تمام? طيب. جمعنا العينات الاول قلنا ايه? طب احنا عايزين نعرف نسبة وتركيز مثلا الغبار اللي هي الخطر. اللي هي بتسبب ضرر ما احنا لازم نكون عارفينها. اللي هي يعني للمثال مثلا اللي هي وليكن خمستاشر بي بي ام مثلا. ده تركيز مثلا اللي بيسبب ضرر. اول تركيز بيسبب ضرر. حد آآ عارفينه ده حضراتكم? اللي هو مين ده لو حضراتكم فاكرينه? سمنا ايه? لو اول تركيز ممكن يسبب ضرر. نعم. اللوست. اللوست ادفرس. ده ده ريسبونس. لكن التركيز كان المقابل دي ايه? ايه هو التركيز اللي بيسبب اللوست ادفرس افكت? البنش. ايوه برافو برافو يا دكتورتنا برافو. او البنش مارك دوز هاي. طيب. يبقى احنا كان واجب علينا نعرف ايه هو التركيز الضاري الاول اللي بيسبب اول مشاكل صحية. وبعدين ناخد العينات بتاعتنا ونشوف الوضع شكله ايه? اما جمعنا العينات. بدأنا نشوف ايه بقى? التركيزات دي قيمتها ادي ايه بقى? بدأنا نشوف. لأينا هنا اما اشتغلنا عند البوابة هنا هوت بتاعة المشاه هنا هوت لأينا التركيزات اه 11. هنا هوت لأينا التركيزات 9. هنا لأينا التركيز هنا هوت 18. لأينا التركيز هنا هوت 6. لأينا التركيز هنا هوت آآ. خمستاشر هنا ستاشر هنا بقى ثمانية هنا ثلاثة وهكذا طيب طيب نعمل ايه بقى الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان احنا عايزين نشوف طيب انا طلعت التركيزات هيت كلها وحسبنا حساباتنا هنا هوت وخلصنا التجربة بتاعتنا عايزين يعرف مين الاماكن اللي هي تعتبر فين المناطق اللي هي فيها تركيزات عالية من الغبار واللي هي ممكن تسبب لي ضرر صحي للطلبة او الموظفين او الكائنات الحية اللي موجودة في البيئة ديجة طيب نعمل ايه قالك تعالى نستخدم الكوشانت ميثود طيب الكوشانت ميثود بتقول لي ايه بتقول لي حاجة لطيفة جدا بيقول لي نقسم خارج اسمه اللي هي اكسبيكتد انبيرومنتال كونسنتريشن يعني التركيز بتاع المادة ديجة بالبيئة على ايه مقسومة على الكونسنتريشن بروديوسينج ان انبيرومنتال افكت مقسومة على مين على التركيز اللي ايه اللي بيسبب انبيرومنتال افكت يعني ايه يعني التركيز اللي هو بيسبب اه تأسير بيئي غير مستحب غير مقبول تمام طب نعمل ايه قالك كل مرة بقى التركيزات اللي طلعت دي هنقسمها على مين على التركيز اللي هو فيفتين ده ما هو ده اللي بيسبب الضر يبقى انا هقسمه الخمستاشر دي على ميه الحيداشر دي على الخمستاشر والتسعة دي على الخمستاشر كلهم على الخمستاشر اه بص كده هنا على الخمستاشر. وادي التمنتاشر على الخمستاشر. تمام? كل الارقام دي. النتاج اللي طلعت لنا هقسمه على مين? على الخمستاشر. مزبوط كده. كل الارقام والنتاج اللي طلعت دي هقسمه على مين? على الخمستاشر. طب خارج الاسم ده يطلع لنا ايه يا جماعة? ها? هيطلع لنا ايه? رقم واحد. لو انا بالنسبة لي مسلا خدت بدأت برقم بتلاتة ديت تلاتة ديت على الخمستاشر هيطلع لي ايه فراكشن اقل من الواحد ولا اكتر من الواحد ولا بيساوي واحد اقل من الواحد اقل من الواحد طب اقل من الواحد ده معناه ايه ان التركيز تلاتة ده بعيد جدا على الخمستاشر يعني لزان وان تخيل بقى لو احنا يبقى احنا المنطقة ديت اللي هي هعملها باللون الاخدر اللي هي لزان وان طب التمانية هيبقى ايه برضو لس زان وان مزبوط كده طب الستة ديت ها هزللها بالاخدر لس زان وان طيب التسعة ديت ها نفس الكلام لس زان وان طيب الحداشر ديت ها هلينفع تبقى تبقى ايه هي لس زان وان بس قريب انا معلش انا هغيرها شوية خليها مثلا سيه تلاتاشر مثلا خليها اعلى شوية كده هل هينفع تبقى لس زان وان قوي كده ولا تبقى قريبة من الواحد تبقى قريبة بقت من الواحد يبقى انا ديت هزللها باللون مثلا الاسود اهي يبقى دي قريبة من الواحد طيب الخمستاشر ديت مالها واحد واحد دي ايكوال وان يعني هي هي تقريبا المست وان اهي بقت هزللها باللون الايه الاسود طيب وايه كمان فاضلي ستاشر اه دي زادت بقت مور ذان ها مور ذان وان وطمنتاشر مور ذان وان انا هزللها باللون الاحمر طيب لو انا هبص على الخريطة كده وسبني من التركيزات هلاقي الخريطة دي عبارة عن ايه جزء منها احمر جزء منها لونه اسود اخضر افهم من كده ايه اللي هي المور ذان وان ديت مور ذان خارج الاسمه ده كان مور ذان وان اللي هو باللون الاحمر ده عبارة عن ايه الهوت سبوت على طول يعني ايه المناطق اللي هي الاياسات بتاعة المادة الملوسة دي اكتر من تركيز المادة تركيز التأثير السلبي اللي بتسبب ضرر اه يبقى معنا كده المنطقة اللي متظللة باللون الاحمر دي كده هي دي منطقة خطر وديت اعلى تركيز من المادة الملوسة ديت واكتشفنا ان هي فعلا عند بوابة مين العربيات فعلا العربيات وهي داخلة بتعمل بتحرك الغبار اكتر اللي في اله على الارض لو في ايه طلبة او ناس مر او حتى فرض الامن او فرض الحراسة اللي قاعد على البوابة ديت الراجل ده اكثر الناس عرضة للتأثير بالغبار الراجل ده لو بيقضي اليوم بتاعه او التمن ساعات عمل بتاعه في المنطقة ديت وتعرض طول النهار لنسبة الغبار اللي هي اكتر من الخمستاشر بي بي ام الراجل ده ممكن بعد فطرة يحصل له ايه الراجل ده ممكن تلاقي عنده حساسية صدر حساسية عنده التأثير الجيوب الانفية او اي نوع من انواع الايه الامراض اللي هي ممكن تسببها الايه الغبار الزيادة ده طيب المناطق اللي احنا لقناها تركيزاتها تقريبا واحد اللي هي عند المنطقة اللي هي البوابة بتاعت دخول الافراد او دخول الطلبة او الموظفين عن طريق ايه المشاه او المنطقة مثلا دي عند الكاباتيريا او عند المكتبة لان المناطق دي هي اقصر برضو مناطق على البوردر يعني ان ممكن التركيزات بتاعة المادة الملوسة دي عندها القدرة ان هي عندها البوتينشال توكوز هارم يبقى احنا واجب علينا ان احنا نعرف ايه الاسباب اللي هنا يبقى عندنا اللي هي ده اللي هي عبارة عن البوتينشال ريسك عندها بوتينشال ريسك اما المناطق اللي هي لس زان وان على طول هنلاقي ان هنا بتقع عليها اللي هي المناطق اللي هي فيها مساحات خضرة دي اللي هي تعتبر المناطق الامنة وما فيهاش اي ايه مشاكل صحية للطلبة او حتى الموظفين وده تعتبر منطقة اامنة مفيش اي مشكلة خالص فيها وتعتبر منطقة اا مش محتاجة اي فكر ومش محتاجة اي تدخل ولا اي حاجة من كده يبقى احنا بص كده الخريطة لما رسمناها طبعا بتطلع افضل من كده واشيك من كده لما لما حضرتك تبص عليها كده الاول واهلة هتعينك على طول هتقع مين على الجزء الاحمر وفي الحالة دي حضرتك هتحس ان هي دي المنطقة اللي هي هوتسبوت اللي هي منطقة مين منطقة الايه اعلى تركيز طب مين اللي قال لنا كده الكوشانت ميثود ببساطة جديدة يبقى احنا تعالى نطبق بقى الكلام ده شايفين الفريطة اللي حضرتكم كده شايفينها دي كده هي الفريطة دي بالفعل احنا اللي رسمنا ديت اا كان عندنا طالبة يمنية اا كانت مهتمة جدا بتلوس الهوى في عند المنطقة السكنية اللي هي سكنة فيها اكتشفت ان الاطفال الصغيرين عندهم مشاكل صحية في السدر عندهم بعض الامراض الصحية الصدرية طب ايه السبب هي كانت عايزة تعمل انفستيجيشن بعايزة تعرف ايه السبب فاكتهدت وخدت عينات من الهوى وحللنا فيها تركيز الغبار وكان دي النتيجة بتاعتنا تخيلوا بقى فعلا الكلام ده بجد كلام ده واقعي مش مجرد احنا رسمة جايبنا لقى الكلام ده عن جد فعلا وعن دراسة فعلية ولو تبص على الخريطة ديت هتلاقي على طول اوتوماتيك عينك هتقع على مين عينك هتقع على المنطقة اللي هي ديت اللي هي الحمراء ديت دي اعلى تركيز للمواد ديت للغبار طبعا خدنا عينات بص العينات اللي هنا دي كده ما فيهاش اي مشكلة خالص لما تلاحظ بص وتشوف ايه المفتاح الخريطة بتاعتنا ديت عبارة عن الغبار اللي هو تركيز بتاعته عشرة مايكرون في عندنا بي اه بي ام تن وبي ام تو بوينت فيه جسيمات اه الكتر بتاعها اتنين ونص مايكرون وفيه جسيمات الكتر بتاعها عشرة مايكرون فدي كمان الاكبر فرصدنا كمان الجسيمات الاصغر وطلعنا الخريطة بتاعتها بس انا حبيت اقول لحضراتكم ازاي ان احنا بنستخدم الطرق ديت عشان نعبر بيها عن تلوث الهوى وبتساعدنا ان احنا نقدر نتعرف على الملوثات دي شكلها ايه وتوزيعها شكله ايه في منطقة منطقة الدراسة يبقى نراجع تاني الكوش انت مثل هي عبارة عن ايه التركيز اللي احنا بنرسله مقسوم على التركيز اللي بيسبب تأثير بيئي غير مرهوف فيه بيطلع علينا ايه بيطلع علينا تلات كراءات يهي اما ناتج الاسم او خارج الاسم اكتر من الواحد وزاي ما احنا شفنا النهاردة ده معنى ايه عندنا potential of high risk potential of high risk مفهوم لو لقينا التركيز ده almost one ها يبقى ده معنى كده نحن عندنا potential عندنا potential risk لو اقل من الواحد خارج الاسم ده يبقى احنا تمام احنا في طريقة بسيطة جدا ولكن معبرة جدا 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 زملاء كتير جدا بحسين كتير جدا بيستخدموا الطريقة ديت عشان يعبروا عن حجم التلوث سوا بقى في المية في الهوى في التربة بنستخدم الطريقة ديت للتعبير عن مقدار التلوث اللي في البيئة بنستخدم طبعا المعيار بتاعنا اللي هو الBenchmark Concentration طيب الحتة دي اتفضل الBenchmark Concentration اي مثلا ممكن اطبق الحاجة زي دي عندي مثلا في الشغل وليكن في اي موقع جنب اي مولد مثلا في العادي في العادي بيس وبشوف الاممشن الخارجة هي كده واشوف هم مزبوطين ولا لا هل ممكن اطبق على الموقع ولا يكتفي بكده يعني هنا حضرتك الدكتورة الزميرة اللي اتشرفنا الحركة عرضت الحاجة اللي عملتها هي عملت حاجة مور لان هي طبعا شافت تأثير على الناس لان هي شافت الفيدباك وان في تأثير على الأطفال هي كانت عبارة بصراحة عشان عشان تبقى حضرك عارف هي هي عيشة في المنطقة دي كان في اليمن في حضر موت وكانت بتشوف الأطفال الصغيرة عندها مشاكل صحية مش مشاكل صحية عادية لا كلها الأطفال بيعانوا من مشاكل صحية صدرية في التنفس فلفت انتبهها الظاهرة دي طب ليه الولاد كلها أو معظمها عندها المشكلة دي تعرف السبب ما أنا ما حبيتش بس أخدش في تفاصيل ولكن كانت ظاهرة لفتت انتباهها على طول طالما ظاهرة غريبة يبقى بتخلي الباحث ينتبه لأ ده أنا لازم أتدخل عايز أعمل اعرف السببب وفعلا كانت هي دي النقطة البحثية بتاعت الماجستير بتاعتها وهي الطالبة بتاعتنا وإحنا المشرفين قلناها يلا هنقيس وكانت يعني بصراحة كان عندها في عز المشكلة اللي عندهم والضرب والحرب اللي عندهم ديت للأسف ومع ذلك كانت البنت كانت شطرة جدا ومسابرة ومع ذلك جمعت العينات بعد ما طلعنا النتائج تكتشف بقى إيه الأسباب الأسباب واحدة منهم واحدة منهم إن هي طبعا إحنا كنا بنعمل إياسات اندور وأود دور اندور وأود دور كانت حتى بتاخد إياسات داخل المنازل ليه عشان معظم البيوت دي كان فيها أفران بتاعت الخبيز زي كده أهلين في الأرياف عنده كده الفرن اللي هو البيتي ده كده اللي بيتعمل من الطين ده كده آآ نعم آآ مظبوط آآ الفرن البلدي الفرن البلدي الجميل دوت اللي ايه آآ وبيخبزوا فيه فطبعا آآ الأطفال الصغيرة بتساعد أهليها وطبعا زي ما حضرك عارف بيبقى الناس ما عنداش وعي كافي بيبقى الغبار اللي طالع ونتيجة اللي هو الحرق بتاعة المواد اللي بيستخدمها في آآ كواقود يعني للأسف الغبار اللي بيطلع منها كل الأطفال بيقعدين جنب أهليهم وبيتنفسوا الغبار دوت وكله تلوث وبييجي عليهم طب اللي بره بقى الطرق كانت غير آآ ممهدة مش متسافلتة فكلها عبارة عن غبار فالسيارات اللي رايحة جاية والأطفال بتطلع تلعب بره في الشارع فده طبعا سبب من أسباب الغبار نفس الكلام فكان فيه بحس كبير وطبعا محترم جدا وخرجنا منه بنتائج طبعا هو قابل للتنفيذ لأي حتة زي من قولت الحضرات احنا عملنا في كلية العلوم بالفعل احنا عملنا حاجة شبهة كده بس على حجم صغير أو على سكيل صغير عشان ده كان مشروع تخرج بتاع الطالبة جد في دماغي الفكرة كده وروحت ايه بدل ما يعني بحب تملي اعمل مشاريع تطبيقية يعني أو يعني شغل عملي تطبيقي فجد في بال الفكرة ديت يلا بينا فنفذنا حضرتك هل ممكن الموضوع ده يتم تنفيذه عند حضرتك في الشركة الاجابة طبعا ممكن مفيش ما يمنع تماما بالعكس هتبقى حاجة رائعة معبرة جدا وخصوصا اكيد حضرتك عندك الاجهزة اللي بتقيس دي وعندك قياسات سابقة قبل كده ممكن تطلع منها شغل وبحس منها جميل جدا ورائع جدا وكمان مش مجرد بس انت حضرتك عايز تعمل نشاط علمي وخلاص على كده لا ده حضرتك هتخرج منه بكونكلوجيا وتقول فعلا الاماكن دي هي اكثر تلوث ولا الاماكن دي اللي فيها التلوث ولا 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 خدت بال حضرتك تمام انا سؤالي سؤالي بقى لحضرتك يعني بعد الاستفادة الهركة يعني تفضلت بيها هل هل الدكتورة مثلا الزميلة اللي تقدمت المشروع ده كان عندها خلتها تدور لي هل لازم يبقى فيه اصلا او ان انا اشوف يعني مثلا لازم يلفت انت باقي حاجة عشان اعمل حاجة زي دي ولا انا ممكن حاجة اعملها بعد الياسياتي انا ما عنديش حد بيشتكي بالرغم ان عندي مولدات هل وارد ان هما يشتكوا في مرحلة من المراحل تمام فانا اصتبق وعمل حاجة زي دي ولا لازم يكون في ملحوظة ده السؤالة اولاني واستاذينك عشان ما اطودش على حركة السؤال التاني اللي هو المقام بتاع يعني الخمسطاشر بي بي ام او او اه اه احنا احركة تكلمت عنه بس انا هجيبه منين في المكان عندي ايسو ازاي بالزبط يعني يعني لو حتى لو نتكلم فيها انا انا حقيقة والله بشكر حضرتك على السؤالين بس هبدأ بالاجابة للسؤال التاني الاول طب التركيز اللي هو بيسبب الضرر اه اجيبه منين عندنا مرجعية القانون بتاعنا قانون البيئة هو المرجع بتاعنا فحضرتك لو بتقيس الكربون دايكسايد او الكربون مونوكسايد او النوكس او السوكس او اي البرتكليت كل دول مذكورين صراحة في قانون البيئة في التركيزات اللي هي اين دور او الدور في بيئة العمل هتلاقيهم موجودين عند حضرتك في القانون او في اللايحة التنفيذية هتعرف على طول القياسات بتاعتها او الحدود بتاعتها طيب الحد اللي هي يا فاندي هو الحد العتبي على طول الحدود العتبية هي اللي هو التركيز الخطر او بالضبط عمل مفيش اي شكوى ودي حاجة جميلة بس حضرك قلت بين الجلام اللي حضرك قلت جملة جميلة جدا او كلمة جميلة جدا كخطوة استباقية صح خطوة استباقية هو ده جمال الفكر جمال العلم احنا تعلمنا واكيد حضرتكم اسد زيوفاهمين جدا في مجال السلامة والصحة المهنية عندي مستويات مختلفة من المانجمنت ممكن تكون حضرتك او انا او الناس اللي قائمين على المانجمنت في بيئة العمل الناس دي ممكن تبقى ايناكتف او ممكن تكون برو اكتف ها لا لسه تكون انتر اكتف ها او ممكن تقول بقى برو اكتف صح كده هما دول التلات المستويات بتوع الادارة ان اكتف اللي هما الناس السلبيين يبقوا شايفين الخطر ويدفنوا رأسهم كده في الرملة زي مين زي النعامة ولا كأنهم شايفين ولا حاسين ولا مهتمين جدا خالص بان فيه مشكلة موجودة او مشكلة ممكن تحصل الناس دي سلبيين ان اكتف اسوأ نوع من انواع ادارة المواقف او حالات الازمة او الكرايسيز ده في الكرايسيز مانجمنت عاما تانيا الفئة التانية اللي هما الانتر اكتف الناس دي اللي هي بتعمل ايه مانجمنت بأسلوب رد فعلي بتبقى الناس دي ري اكتف يعني ايه لما يحصل الحدث هيكون ليا رد فعل بقى تعامل لكن الحالة اللي حضراتك بتتكلم عليها دي هما الناس البرو اكتف اللي هما عايزين يبقوا عندهم رؤية مسبقة عندهم عايزين يصطبقوا يصطبقوا يسبقوا الاحداث يبقى عنده عارف الوضع شكله ايه درسه مستعد ليه عنده حالة عنده حالة ممكن يعمل يعني اللي هو ايه الاستعداد المسبق يبقى عندك حضرتك حلول وترتيبات معينة لمعالجة الموقف ده مسبقا هما دول افضل افضل للناس اللي هي بتتعامل مع ادارة الازمات انهما الناس البرو اكتف فحضرتك تاخد اياساتك وتبقى انت عارف ايه الحدود بتاعت الحدود العتبية بتاعت الملاوسات دي وتستخدم وترسم الخريطة بتاعت الموقع اكيد عنده حضرتك اللي او بتاع الشركة بتاعتك او المصنع عنده حضرتك تقدر توقع عليه التركيزات دي بالكوشن تقدر توصل للخريطة اللي زي دي وتبقى انت عارف حضرتك الدنيا شكلها ايه تقدر تقيس بتقول مولدات يعني فيه نويز يعني النويز دو ده برضو من الملوسات التلوس الدوضاء والتلوس السمعي فبردو ممكن حضرتك بتقيس الملوسات بما فيها طبعا الايه النويز وتقدر توصل خريطة آآ جميلة زي دي دي او خريطة جميلة زي دي ببرنامج لو حضرتك تعرفوا اللي هو ده اسمه جي اي اس جي اي اس احنا بنرسم الخرائط دي بنظام المعلومات الجغرافي وبالطريقة البسيطة تقدر تعرف ادني اخبارها ايه وتبقى حضرتك اقول لحضرتكم في كيس تانية احنا بالفعل عملناها بس انا عشان والله عامل الوقت بالنسبة لنا عندي حكاوي كتير جدا وقصص احنا عشناها بالفعل ودراسات احنا نفزناها بادينا وكان فيها حاجات زي كده عندنا كان في مينة الادبية تسمع عن حضرتك مينة الادبية صح فين مينة الادبية هنا فين السويس لا ايوة كده في السويس في مصر هنا لا دي مينة الادبية بتاعتنا بتاعت مصر مينة الادبية في السويس كان فيها دخل مادة مواد اللي هي سماد وكان دخل بقاله زمن كبير جدا من اواخر يعني من اوائل التسعينات ودخل ودخل المينة وكان ليه ظروف خاصة كده المهم ما كانش ليه صاحب وترك الناس المسؤولين في ادارة البيئة هناك في المينة اخدوه وتحفظوا عليه اصبع عهدة وكانوا حطينه في مكان المكان دوت محد في يارد كده اليارد ديت مكان فاضي وواسع حواليه سلك بس بس بشرط ان المكان دوت بيبقى عليه حراسة والحراسة ديت ليه عشان دي امانة ف للأسف مع طول الوقت للمادة ديت اصبحت المادة ديت اوبسليت خلاص بازت اكسباير دي يعني اكتر من انها كانت مادة سماد انها اصلا مادة كيميائية ولها درجة خطورة لما بقت اوبسليت كمان البقت عبارة عن مادة فزدة وفي الوقت نفسه بدأ يطلع منها ريحة نفازة جدا وريحة خطر طبعا الناس القائمين على ادارة المينة بالتنصيق مع جهاز شؤون البيئة نجحوا انهم يعني يطلبوا نعمل دراسة تقييم المخاطر البيئية والصحية والاجتماعية نتيجة وجود المادة دي في المينة دي في المكان ده عملوا مناصة والمناصة دي رست على جامعة اسكندرية فأسد زيتنا في جامعة اسكندرية توينوا فريق عمل كنت لي الشرف ان اكون واحد من فريق العمل ومسؤول عن الجزئية الخاصة بيه تقييم المخاطر البيئية من المادة دي البيئية والصحية والاجتماعية انا كنت مسؤول عن البيئية والصحية والزميل لي استاذ فاضل محترم في قسم علوم البيئة مسؤول عن الجزء الاجتماعي فبدأنا نعمل ايه نعمل الدراسة دي بناخد عينات من الهوى ومن التربة وما كانش فيه مياه طبعا هناك لان هي في ارض والارضية بتاعتها اسفلت وعملنا طرق كتير جدا حللنا العينات دي واستخدمنا الموضوع دوت واكتشفنا ان فعلا المواد المادة ديت وخصوصا كانت كميتها كبيرة شوية كانت فعل بتسبب اضرار صحية لمين للافراد في محيط ايه المنطقة ديت اللي هي منطقة التخزين ولما عملنا الدراسة البعد الاجتماعي من الدراسة اكتشفنا ان معظم الافراد الامن والحراسة والموظفين البيئيين اللي هما بيدوموا على التواصل او التعامل مع المادة ديت فعلا عندهم بعض المشاكل الصحية ولكن الناس دي ما كانتش واخد بالها او مش عارف ان هو ده السبب واللي عارف مش عايز يتكلم حتى لدرجة ما جينا نتكلم معاهم كانوا خايفين ان احنا يعني نسبب لهم ضرر لاحسا يتقطع رزقهم من هناك او يبقى سبب ان هما قالوا معلومات والاحسا يتفصلوا من مكان عملهم ففعلا ممكن يكون نتيجة هنشوف برضو بعض البرامتر التانيين هنشوف دلوقتي على طول ان بعض المواد الكيميائية نتيجة التعرض لها الفترات طويلة ممكن تسبب بعض الامراض الكرونيك اللي هي المزمنة فدي خطر جدا فواجب ان حضرتك ممكن تعمل التجربة دي عند حضرتك وخصوصا عندك كراءات سابقة وبتقيس كتير ولسه هتقيس كمان فوينوت انك انت تعمل الشغل ده وهيبقى كريديت لحضرتك وكريديت لمكان عمل بتال حضرتك تمام كده وضحت طيب الجزئية بقى دي مهمة مهمة لسه احنا كنا منقول عليها دلوقتي عندي برامتر اسمه ايه 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 ده ايه ده من اسمه كده حد يقدر يقول لحضرتك كده كرونيك دي دي عبارة عن ايه كده من الاسم بتاعه اه اعتقد الدكتور ان هو شيء كل يوم يعني يوميا بيتاخد باستمرار يعني درجة وسط اللي هو الحد غير مسموح دي بسبب مرض ايوه صح كده صح كده اختنا ودكتوريتنا مونة طيب صح الكلام ده كرونيك ديلي انتيك انا هبدأ بكلمة ديلي انتيك يعني ايه ديلي انتيك يعني حاجة انا باخدها بصورة يومية بتعرض لها بصورة يومية سواء بين الاكل بالشرب بالتنفس ونتيجة ونتيجة التعرض الاكسبوجر الديلي اكسبوجر تمام ممكن يحصل بقى ايه كرونيك افكت او كرونيك ديزيز دي عكس تماما من عكس تماما من خدنا حاجة للمرة اللي فاتت والنهار ده لسه ايلينا برضو في اول المخاضرة عكس تماما ايه اللي بينطبق عليها التلات شروط ايه من ريفرانس كونسنتريشن او ريفرانس دوز صحي كده طيب بالنسبة للكرونيك ديلي انتيج هي عبارة عن علاقة حسابية زي ما حضراتكم شايفين كده داخل فيها ست برامتر ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب ايه هم الستة دولت ونشوف الدنيا تمشي ازاي رقم واحد السي ديت هي عبارة عن الكونسنتريشن يبقى تركيز المادة الملوسة تركيز المادة الملوسة الكونسنتريشن دي فين يام في السويل السويل هنا بيعبر عنها الارض الزراعية يعني اللي بيطلع منها الخضار الفكهة وهكذا يبقى ممكن تكون الخضار ده ملوس او الفكهة دي ملوسة بتركيز مادة ملوسة معينة فيه الاكل ده او في الخضار ده او في الفكهة دي او ممكن تركيز المادة الملوسة فين في المية او في الهول يبقى دول التلات التلات حاجات اي فرضة او اي كائن حي بتعامل الكائن حي ده بيتنفس ياب يشرب ميا ياب يأكل اكل يبقى دول التلاتة تركيز المادة الملوسة دي في الاي في التلاتة دول بس لازم ناخده بالنا قالك تركيز باي كام ميلي جرام من المادة الملوسة دي لكل كيلو جرام من الشئ ده يعني انا لو جبت كيلو طماطم يبقى عايز اعرف تركيز المادة الملوسة دي كام ميلي جرام من المادة الملوسة دي في الكيلو جرام من الطماطم. لو باكل طفاح جبته نص كيلو طفاح. يبقى كام ميلي جرام ها? في النص كيلو طفاح. لقى مش هقدر قول نص كيلو. لازم يبقى كيلو طفاح. تمام? طيب. لو في المية اليونت بتاعتي هتبقى ايه بقى? بالمللتر? اللتر كالمليلتر او المليلتر? لأ اعديلها بقى. مليلي جرام من لتر في اللتر. ايوة صح كده كم ميلي جرام من المادة الملوسة دي في اللتر اهو في اللتر? صح كده? طب يفرط باعشرب عصير في ملوس. يبقى كم ميلي جرام من المادة الملوسة دي في اللتر من العصير تمام نفس الكلام طب لو الهوى يبقى كام ميلي جرام من المادة الملوسة دي في الكيوبيك ميتر في المتر المكعب من الهوى ده ماشي الكلام طيب يبقى اليونت هنا مهمة جدا لازم ناخده بالنا من اليونت طيب السي ار مين السي ار يبقى الكونسنتريشن اهو مضروف السي ار مين السي ار ده الكونتك تريت يعني ايه كونتك تريت يعني حضرتك بتاكل ها كام كيلو جرام من الطماطم دي في اليوم بتشرب كام لتر من العصير ده في اليوم بتشرب كام لتر من المية الملوسة دي في اليوم اللي فيها التركيز اللي احنا قلناه بتتنفس كام متر مكعب من الهوى الملوس ده في اليوم يبقى عبارة عن ايه الكوانتكي بتاع الاكل ده او المية دي اللي هو الليكود او العصير او الهوى ماله بس بايه بير دي في اليوم الواحد احيانا بيسموها او ديشن ريت اللي هو لنتيجة الاكل يبقى كام لتر في اليوم كام كيلو جرام في اليوم خدتبها لحضرتك فالوحدة دي مهمة جدا طيب اللي تحت ده اللي هو البيويت مين البيويت اللي هو وزن وزن جسم الفرد اللي هو تعرض للمادة الملوسة دي بس متعبر عنه بايه بالكيلو جرام اه افهم من كده ان وزن جسم الفرد ان بيختلف واحد ما شاء الله جسمه وافي وزنه ميت كيلو وفيه شاب لس يعني عنده وزنه ستين كيلو جرام او سبعين كيلو جرام وفيه طفل صغير او شاب صغير وزنه خمسين او اربعين اه اه يبقى بتختلف طب لو بيبي صغير انت بتتكلم يبقى في حوالي عشرين كيلو مثلا يبقى الوزن هنا عليه عامل اه طبعا عليه عامل كبير كمان يبقى الجزء الاولاني ده اهو احنا كده خلصنا الكونسنتريشن والكونتاكتريت والبادي ويت طب الترم التاني ده او الجزء التاني ده هو عبارة عن ايه عبارة عن تلات حاجات مرتبطين بالزمن يعني ايه 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 اف ده اللي هو الاكسبوجر فريكوانسي يعني ايه الاكسبوجر فريكوانسي يعني انا كام يوم بتعرض في السنة الوحدة للايه للمادة الملوسة دي اديكم مثال بسيط لو حضرتك في مكان العمل وبتشتغل في مكان العمل دي بتشتغل خمس ايام ها في الاسبوع صح كده يعني في الشهر بتشتغل اه حوالي عشرين او اتنين وعشرين يوم في مثلا في الشهر يعني السنة عدد ايام العمل في السنة اديها جماعة كل مستوى امتين واربعين يعني متوسطة ام بين يعني انا عارفة كده متين وعشرين متين وثلاثين تقريبا لهم عدد متوسط عدد الايام العمل على مستوى العام الكامل تخيل لو حضرتك ما بتاخدش اجازات زيادة وحضرتك في مكان عملك وفي تلوث فده الاكسبوجر فريكونسي عدد مرات التعرض على مدار السنة كام يوم حضرتك بتتعرض له طيب لو ده لو في مكان عمل طيب يبقى ده متين طيب لو حضرتك في منطقة سكنية ساكن في منطقة سكنية واجنب منك مصنع كده والمصنع ده عمال يطلع عمال يرمي على العمارة بتاعتك وحضرتك مقيم في المنطقة دية فبتتعرض للغزاة دية على مدار السنة كام يوم تلتمية خمسة وستين يوم في السنة يبقى ده الاكسبوجر فريكونس لو حضرتك عندك المواسير بتاعت العمارة بتاعتك فيها صدق مصدية فبالتبعية حضرتك بتاخد بتشرب مية الحنفية على مدارة تلتمية خمسة وستين يوم بتشرب مية فيها نسبة صدق عالية يبقى في الحالة دية ده الاكسبوجر فريكونسي يبقى ده هاو ميني ديز بير يير بيحصل فيه اكسبوجر طيب الاكسبوجر ديوريشن اللي بعد منه ها الفطرة بقى الزمانية قدية طب انت كل يوم بتتعرض قد كام سنة بقى سيادتك في الشغل دوت كام سنة حضرتك سكن في المنطقة دية يبقى هاو ميني ييرز يبقى الاول الاكسبوجر فريكونسي كام يوم في السنة طب حضرتك بقى لك كام سنة موجود في المنطقة دي كام سنة بتتعرض للملوز ده في المنطقة السكنة دي في مكان عملك في معملك في كذا في كذا في كذا مقسومة على ايه مهمة اوي ايه تي اللي هو الافرجينج طايم افرجينج طايم اللي هو مين عمر الفرد ده ها بس متعبر عنه بالايه بالايام بالديز يبقى لو حضرتك عمرك سبعين سنة بضربه في تلتمية خمسة وستين يطلع خمسة وعشرين الف وخمسمية وخمسين يوم طايم لو حضرتك تلاتين سنة يبقى حضرتك عن نضرب التلاتين في تلتمية خمسة وستين حضرتك عمرك خمسة واربعين سنة عن نضربه في تلتمية خمسة وستين يطلع كام يوم في الآخر كده يبقى عندي علاقة حسابية اسمها سي دي اي كرونيك ديلي انتيج من خلالها اقدر احسب احتمالية خد بالي حضرتك من الكلام احتمالية تعرض الفرض او الكائن الحي لمرض مزمن نتيجة تعرضه لملوس بتركيز معين يبقى السيدي اي دي بتعبر عن احتمالية ده البروبابيليتي احتمالية ايه احتمالية تعرض الفرض دوت لمرض مزمن نتيجة تعرضه لايه ها لمادة ملوسة سؤال هي الكرونيك ديلي انتيج ليها وحدة ولا مانهاش وحدة حضرتك شايف كل الوحدات اللي احنا استخدمناها بقى صحي كده ليها وحدة ولا مانهاش وحدة ليها وحدة ليها وحدة طب هستأزم حضرتك نعم قدام كل عصر انا شغال فيه ليه وحدة بأكيد التوتل ليه وحدة جميل انا هستأزم حضراتكم حالا دلوقتي كل واحدة يطلع ورقة بسيطة ورقة بيضة ويكتب فيها القانون ويطلع لي في الاخر ال سي دي اي الوحدة بتاعتها ايه وحضرتك هتصورها بالموبايل وبس يكتب اسم سيادتك عليها مع دي اذنك وبعتها لي على الواتساب حالا دلوقتي على طول دلوقتي هناخد دي اتين كده وحضرتك تبعث لي على معلش يا دكتور تاني السؤال في صحيحة معلش بعد اذا سؤال هل الكورونيك دي لي انتيج ليها وحدة ولا مالهاش وحدة اختنا دكتور عبير قالت لنا ايه قالت لنا ليها وحدة طيب انا هتفق معها الاجابة الصحيحة ليها وحدة طب الوحدة بتاعتها تطلع ايه في ظل الوحدات اللي احنا اخذناها عايز كل واحد حضرتك وميك طلع ورقة بيضة اسمه عليه بالعربي مشكورا هيعمل ازاي يستنتج يستنتج ماينفعش يحط لي كده الوحدة على طول يستنتج الايه الوحدة بتاعت السي دي اي هيصورها ويبعتها لي على الواتساب اشتركوا في القناة 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 كيلو جرام اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما بين كل كيلو جرام في اليوم الواحد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكل واحد كيلو جرام من وزن جسم الفرد ده في اليوم هو معرض احتمالية تعرضه لكرونيك ديزيز إيه رأيك؟ تاني لو تركيز المادة الملوسة في المكان ده ودخلت جسم الإنسان لكل واحد كيلو جرام من جسم الإنسان في اليوم الفرد ده معرض ان هو يصاب بكرونيك ديزيز من المادة دي وصلت؟ وصلت كده؟ يعني يا دكتور لو انا وزني سبعين كيلو وتعرض كل كيلو من عندي يعني واحد بوينت سكس بعشرة تسالب خمسة في سبعين هتعرض لقدر الله كرونيك ديزيز آه من المادة الملوسة دي أديكم مثال لطيف بقى تعرفوا لما البيب الصغير أو حد كده بيبقى تعبان بيروح للدكتور طبعا المثال الأولين اللي انا قلت للحضرات كله هو التركيز ده ده في مجال البيئة والتلوث وعايزين نحمل أفراد من التلوث تمام؟ طيب لو انا بتكلم في المجال الطبي هل السي دي اي دي اقدر استخدمها في المجال الطبي الاجابة؟ نعم يس ايوه ازاي؟ بحث بوزن الانسان والعلاج اللي هدهوله بالكيلو كل كيلو كام صمتي عشان يخيف الله استاذة استاذة دكتوريتنا محترمة جدا الإجابة ديت تاني خصوصا المضاد الحيوي برافو صح كده دكتوريتنا وحضرك بتشتغلي في المجال الطبي ايه 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 حقيب جد حضرك طبيبة يعني؟ لا لا انا اتزع خصائية تحليل طبية بس اشغالها في مجال الطبي اه عشان كده حضراتك قريبة من المجال طيب صح كده انتو تعرفوا ان حضراتكم لما اي حد يتعب او خصوصا الاطفال السويرة لما بيروح للطبيب دكتور الاطفال من ضمن الاجراءات اللي بيعمل عليه بيقس له الحرارة ومش عارفوا بيشوف الحلق وبيشوف الايه وايه ومن ضمن الاجراءات بيعمل ايه بيوزن الطفل بيوزنوا ليه؟ بيوزنوا ليه؟ مش اي كلام ده بيوزنوا للغرض ده حضرتك ده بيوزنوا للحتة اللي احنا جايين نتكلم عليها طبعا هو بيوزنوا عشان يعرف وزنه عشان يحدد الجرعة اللي هيدهاله تعرف لو اتنين اخوات اتنين اخوات رايحين وتعبانين عندهم دفس الدور البرد ده واحد عنده مثلا 3-4 سنين والتاني عنده 6-7 سنين فبغض النظر عن السن اللي اتنين عندهم الويد بتاعهم مختلف الوزن بتاعهم مختلف فالوزن واحد وزنه مثلا 20 التاني وزنه 30 او 35 فبناء عليه بيحدد كده كده العلاج او المضاد الحيوي ليه تركيز كام ميلي جرام في الازازة ده تركيزه بمكتوب اللي هو تركيز المادة الفعالة كم مرة في يوم وزن الفرد ده او وزنه الطفل ده بيبقى متحدد الايه في اليوم بيقول لها الجرعة في اليوم قد ايه فبيحدد عشان تبقى الجرعة دي افكتيب انا طبعا مش هحسب بقى لكن بحسب حاجة تانية هناخدها قدام شوية لكن هي دي نفس العلاقة الحسابية اللي الدكتور بيستخدمها عشان يعبر عن الجرعة اللي محتاج يديها المين للمريض ده تمام حاجة شبهها لما هنيجي نوصلها هفكرك بها تاني فكرك بها تاني لكن في اللحظة اللي احنا فيها دي ضروري ضروري حضرتك تاخد بالك كويس جدا من البرامتر ده مهم جدا جدا اسمه كورونيك ديلي انتيج وأبحاث كتيرة جدا في المجال الهيومن هيلث ريسك اسيسمانت بنستخدم مين البرامتر ده في الحسابات بتاعتنا طيب ودي الايه اللي احنا الاجابة والأسايمنت اللي حضرتكو من تيسلا مريكو رديته علي بيه طيب برامتر تاني مهم جدا اسمه دكتور لو سمحت بس انا عندي سؤال من حضرتك عناءة انتيج الكورونيك ديلي انتيج هل ليه رينج معين يعني ليه مثلا لور ليمت وابر ليمت ولا هو ان جنرال هو بص اقول السؤال جميل طبعا فوقه رائع جميل جدا كمان الكورونيك ديلي انتيج ملوش معيار معين ولكن انا من خلاله بعرف ان ده التركيز او يعني الرقم اللي بيطلع لي ده بيعبر عن تركيز المادة ديه اللي هي بداية الخطر عندي بداية المشكلة عندي مع الوزن الجسم الانسان ده مع في اليوم ده لو تركيز المادة ديه موجود في البيئة ده لو تركيز المادة ديه هي اللي موجود يبقى هو ده كده بداية الخطر يبقى ده بداية الكورونيك ديزيز للفرد تمام بدليل ان مثلا ممكن تكون في بيئة العمل افراد كتير عشرة موجودين في المعمل او عشرة موجودين في الانتاج بس كلهم بيتعرضوا مثلا لنفس التركيز اللي هو السيدة بس الكونتاكت ريت هيختلف من واحد للتاني وزن جسم الانسان هيختلف من واحد للتاني الاكسبوجر فريكوانس هيختلف الاكسبوجر ديوريشن هيختلف عمر الفرده هيختلف ليه لانهم مختلفين مع بعض لكن السورس هو اللي سابت بالتبعية ممكن تلاقي لكل مثلا عشرة ممكن واحد يتعب او ممكن ما يتعبش كمان لو هو كمان لو هو وزنه او عمرو او الحزبات بتاعته كلها ما متجبش اللي هي الايه ما تسببش الكرونيك ديلي إنتاج تمام ما لهاش حدود يعني ما ينفعش نقول главное يجدري ايتيك للمادة دي بيبقى كزا. لا لان داخل فيها عوامل تانية متغيرة زي وزن الفرد عمر الفرد وهكزا وعوامل تانية متغيرة. ماينفعش تتسبب. والمناعة مسلا. طبع ما المناعة دي مرتبطة بوزن جسم الانسان مرتبطة بسنه وهكزا. دي عوامل تانية ما ما نقدرش نكتب فيها عشان ما ننفعش تبقى سواب. طيب. طيب. طيب يا دك قبل ما نخش الاسلادي التانية دكتور انا اسف. ممكن نرجع بس للسلادي اللي فاتت يعني لو تتكرم. اه اتفضل ما حضرتك. لما نجي نحسب بعد كده هو عبارة عن السي في السي ار على البي دابليون. دول بنتحسب الوحدهم وبعد كده ال اي اي اف وال اي دي على ال اي تي لوحدهم مضروبين في بعض. فيطلع الناتك. كل ده مضروب في بعضه. هناخد مسائل كده. الجزء اللي اولا ما اضروب في بعضه ويقول اللي اتنا مضروب في بعضه. النتك في بعضه. وبعدين كله بندربه في بعضه في بعضه. تمام. طيب. ماشا ماشا. يعني كأن تاني كأن تاني تاني. بضرب السي في السي ار في ال اي اف في ال اي دي كلهم فوق واللي تحت. بضرب البادي ويت في ال اي تي مع تحت. وبعدين اي طريقة الحضراء بتريحك. لا انا اخد البرتشن الاولاني الواحده واضرب في البرتشن التاني الناتك في كل واحد على الحد. انا احيانا بحب الحتة دي لسبب ليها مضروب بعد كده. ليها معنى يعني اه الترم الاولاني ده ليه ليه معنى والترم التاني ده ليه معنى بس قدام شوية هناخده. فعشان كده احيانا انا بحب اضرب دول واحدهم ثم دول واحدهم. تمام? طب شكرا. تمام. زي بقول. اناي مع حضرتك. يعني يا دكتور ما انا كده انا بحسيبها لكل شخص انديديديول. صح. الاجابة صح ليه? لكل واحد ليه اه زي ما احنا اتفقنا. ليه هي الحاجة الوحيدة اللي سابتة. صح كده? كده انا وفرق ده لو فيه حتى يعني. يعني حاجة غير الانسان في في بيئة العمل او مفوضة احسب لها السي دي اي برضو بتاعت. اه. لو فيه كائنات حية نفس الكلام. لو لو قطة. لو لو مغزع اه كلب. لو اي اي كائن حي تحسب له السي دي اي. تمام? اه فدي مهمة جدا جدا. الاكل. يعني احنا بنا اكل اكل. فيه ناس مثلا سي. سي. مثلا ناس بتحب بتاكل سمك يوم الجمعة ده يوم السمك. مثلا. وبتقوم بتاعتها على مدار السنة كلها. فتكتشف ان مثلا انت بتاكل يوم الجمعة سمك. بس اه في ناس عندنا في اسكندرية مثلا. بتجيب سمك اه. والكلام ده شوفنا يعني من اماكن ناس بتصطادوا وللأسف في السمك ده ملوس. والناس بتشتري ومش بتاخد بالها ووديها وناكل وزي الفل وبيطلع الاكل جميل وبناكل. ولكن طبعا على على نتيجة الاكيومليش اللي احنا لسه هنتكلم عليها دلوقتي نتيجة التراكم بتاعت المادلة الملوسة دي للأسف بيحصل تداعيات خطيرة جدا بنوصل لمرحلة فعلا الكورونيك ديزيز. فالاكل الشرب التنفس كل حاجة ممكن تبقى سبب من اسباب للأسف لايه الامراض المزمنة دي. اللي بتسببها المادة دي. تمام? هو سؤال حركة ممتازة. الحركة اللي قلت ده ممتازة دكتور. بس احنا ليه مش حاسبين الكمية بتاعة البناء ده ما اللي بيأكلها. يعني انا مثلا باكل كيلو برطقان. واحد تاني باكل عشرين بش بش بالوزن. يعني انا مثلا اه تمانين كيلو. وواحد وزن مرة خلال ستين كيلو ممكن يأكل عشرة كيلو برطقان. طبعا ازا? بفروض يكون الكونسنتريشن في كل كيلو برطقان كمان. ما احنا هو الكونتاك تريت. الكونتاك تريت اهو الكونتاك تريت عندنا بايه? الكونتاك تريت اهو حضرتك. يعني حضرتك كل واحد يأكل برطقال براحته اهي. كام كيلو جرام من البرطقال دوت? في اليوم بتاكله حضرتك. اهو. كام كيلو جرام من البرطقال? كام كيلو جرام من السمك? كام كيلو جرام مثلا من الطماطم? كام كيلو جرام من الخيار? صح? صح. اهو? الاجابة هيت? صح? صح ادو. بس كده? اوه عشان البرطقال ممكن بيزره فانا الواحد مش ملاك ابي لانا والشيء. تسلم حضرتك. مكملة. مكملة ومهمة جدا. حاجات اسمها بايو اكيوميليشن. بايولوجيكل أكيوميليشن. أكيوميليشن يعني طراكم. بايو الدون لي對吧 البيولوجيكل. تعالا هنشوف الرسمة واحنا هنفهم. لو دي هي عندي شوية العشب دولت في البيئة البحرية دي اللي هي التحالب أو العشب اللي هو بيتغزى عليه الأسماك شايفين النقطة الحمرة الصغيرة دي حضرتك النقطة الحمرة دي مادة ملوسة فين في الأعشاب ديت في العشب ده في التحالب ديت في النباتات المائية دي طيب التحالب ديت أو العشب دي بيتغزى عليها الأسماك ديت راحت الأسماك دي عملت ايه أكلت العشب ديت النقطة الحمرة المادة الملوسة ديت داخل أنسجة الأسماك ديت ونتيجة كل مرة ما بتاكل فيها النقطة الحمرة اللي حزته مالها النقطة الحمرة حجمها ايه مزيد راحت للسمكة طيب زادت في جسم أنسجة السمكة جات الطيور ديت الطيور اللي حضرتك شايفها دي كده اللي هي بتصطاد السمك من البيئة البحرية وبتتغزى عليها فكل يوم بتاكل لها في اليوم سمكة أو اتنين وكل يوم بتاكل سمكة وهكذا أو اتنين وهكذا النقطة الحمرة دي ايه انتقلت من 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 جسم السمكة ديت من أنسجة السمكة دي دخلت في جسم مين الطيور ديت النقطة الحمرة جراها ايه زادت حجمها زاد طيب الطيور ديت لو احنا بنستضها ونتغزى عليها لو بفرض ان السيدة ديت بتاكل الطيور دي أو بتاكل الاسماك دي حصل فيها ايه لو تلاحظ النقطة الحمرة دي ملها حجمها زاد في جسم السيدة طب لو السيدة ديت عندها بيبي صغير والبيبي ده رضيع بيرضع من 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 امه شاف النقطة الحمرة دي حصل فيها ايه اه ظهرت في جسم الايه البابي كمان اه يعني معنى كده ايه انا عندي هنا دي سلسلة غزائية دي عبارة عن سلسلة غزائية سلسلة غزائية دي اللي هي هي بنسميها ايه دي الـ Different Trophic Levels يعني ايه يعني مستويات تغزائية متعددة وبنوصل بها للفود ويب يعني شبك غزائية كبيرة طيب ده بيتغزى على ده ده بيتغزى على ده ده بيتغزى على ده ودي سلسلة غزائية فود تشين والفود تشين دي ممكن تديني فود ويب طيب اعمل ايه ده واضح ان هي بيحصل ايه بقى ان المادة الملوسة دي بيحصل لها طراكم في انسجة الجسم بتاع الكائن الحي ده يبقى هنا حصل طراكم وبعدين نتيجة اكل السمك للأعشاب دي زاد ثم زاد في الاسماك ثم في الطيور ثم في البناء دمين فعشان كده بقول لكم لو احنا بناكل لحوم ممكن اللحوم دي تكون ملوسة طب اللي جات من اين من اللماغذة الماشية او اللي هي البقرة والجموسة اللي ادبحت واحنا اكلنا اللحمة بتاعتها طب وصلت ازاي لللماغذة المواشي دي وصلت عن طريق الميا اللي شربتها المواشي دي او عن طريق الاكل اللي اكله النبات اللي تغز عليه او العلف اللي تغز عليه المواشي دي طيب اللي بالناس بتقول لك لا لا طب انا ما باكلش لحوم طب انا باكل طيور اللي هي اللحم الابيض اللي هو طب ما ممكن نفس الكلام الطيور دي تكون متغزية على اكل ملوص في ناس تقول لك طب بص انا ما باكلش لحوم ولا ولا طيور انا باكل كل حياتي اسماك طب ما جميل جدا زي الفل فممكن برضو تكون الاسماك برضو ملوصة انا عايز بس انا مش بخوفكم بس الفكرة انا بقول لحضرتك ان هي في مصادر مختلفة نتيجة الفودتشين دي اللي هي السلسلة الغذائية دي او الشبكة الغذائية دي ممكن يوصل الملوص ده من كائن لاخر من خلال السلسلة الغذائية تعالى حضرتك مثال سريع نشوفه العلماء والبحثين عندهم البيئة البحرية زي ما حضرتك شايف كده عندنا مادة اسماء جديد ايو فاند مايش بس الفطر الابسنتيزم فانا عندي زرف بس مضطر لانا اقفل في اخر ربع ساعة فممكن استاذنا حضرتك بس اه طبعا تفضل حضرتك انا الابسنتيزم بس انا محمود محمد عبدالله بس هاركتون عليك محمود محمد عبدالله اه شكرا شكرا جدا ليك يا دكتور وانا ان شاء الله هبزاكرها في المحاضرة هبعطلوكو حضرتك الريكورد ان شاء الله تمام مع سلامت الله تفضل حالك الديديتي هي عبارة عن مادة كيميائية اسمها ايه؟ دايكلورو دايفينايل ترايكلورو ايسان مادة ملوسة توكسيك خطر جد موجودة في البيئة البحرية الاجابة موجودة في البيئة البحرية بص حضرتك تركيزها العلماء والباحثين قالك ايه؟ تعالى نشوف تركيزها في البيئة البحرية خدوا عينة المية من البيئة البحرية وحللوا المادة الديديتي فين؟ في البيئة البحرية طلع تركيزها كام؟ ايه قرأ كده حضرتك الرقم ده؟ ثلاثة في عشرة وص كام؟ ها؟ عشرة وص كام؟ سالب عد بقى الاصفار قدي كده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى سالب ستة بي بي ام بارت بير ميليون ده تركيز المادة دي في المية قالك ايه؟ انا عندي اصغر وحدة بنائية للكائنات الحية الموجودة اسمها زو بلانكتون طيب انا هياخد الزو بلانكتون ده وهحلل فيه تركيز المادة دي دي تي ديت يا طار فيها اه لانه عايش في البيئة بتاع تلمية دي وفيها دي دي تي خدنا الزو بلانكتون ده لقينا تركيز المادة الملوسة دي كام؟ اربعة مضروبا في كام؟ فعشرة قص سالب كام؟ اتنين قالك الله ايه فندي زو بلانكتون ده اللي هو ايه يعني ده أصغر وحدة كائن حي موجود في في السلسلة بتاعت الكائنات الحية كلها يعني أصغر كائن حي زي البكتيريا يعتبره كده زي البكتيريا أو الفطريات الصغيرة أو البكتيريا أو الفيروسات نعم نعم تبع التحالب أصغر طبعا أصغر في الحجب الزو بلانكتون ده من السلسلة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية يعني مش النباتية كمان تمام طيب فالزو بلانكتون ده هو أصغر وحدة بنائية في السلسلة الكائنات الحيوانية اللي هو ده ولقينا التركيز بتاعت كده ألاقينا بعد كده أن الكائنات اللي هي الأسماك الصغيرة بتتغذى على الزو بلانكتون طب خدنا شوية أسماك من الصغيرين دولت ما لهم ونحللهم لقينا التركيز كام بقى جماعة قد كده خمسة اهيه في كام فعشر قص سالب واحد لأن هي طيب ما لقينا الأسماك الكبيرة بتتغذى على الصغير طب لقينا كام اتنين بي بي ام بس في مضروبة في كام في عشر قص كام كام بواحد لا لو واحد تبقى عشرة قص سفر تبقى بواحد اه صح مضروبة هي اتنين بي مش مضروبة ايوة كامن العشر قص سفر دي بواحد مضبوط لقينا ان فيك طيور اللي هي آكلات الأسماك زي ما حاضرتك شايف كده تركيزها كامل دي دي تي فيها جيبنا الطيور دي وحللنا فيها طلع التركيز كام خمسة وعشرين اهو كده خمسة وعشرين ضرب كام فعشرة برضو قص سفر اللي هي واحد طب نعمل ايه بقى يا جماعة خد بالك بقى حصل ايه بص كده من هنا لهنا حصل تكبير صح من عشر قص سلب ستة لعشر قص سلب اتنين يعني عشر تلاف مرة عشر تلاف مرة هنا الفرق عشر قص سلب كام اربعة يعني اما نقسم ده على دات لقى عشر تلاف مرة تكبير يعني التركيز بتاعة دي دي تي هنا زاد في الزو بلانكتون عن المية عشر تلاف مرة طب من هنا لهنا زاد كام مرة من اين من بوينت او فور لايه لبوينت اا فايف يبقى مضروب كام مرة ادي كده هوت ادي مية مرة كمان طب من هنا لهنا بقى كمان يبقى من بوينت فايف لاتنين مضروب باربع مرات تكبير اربع مرات طب من اتنين لخمسة وعشرين متكبر كام مرة اتناشر مرة اتناشر ونص اا يعني تخيل حصل تكبير من اول مكان في المية لغاية لما دخل جسم الطائر ده كام مرة اضرب بقى كام مرة تكبير بوست كام مرة تكبير اا شوف بقى كام مرة اضرب بقى يعني معنى كده حصل ايه حصل ايه بوست كده اهو يعني كبر مليون مرة عشان يوصل في جسم الطائر ده طيب تخيل كده حضرتك احنا اهو انا اهو بحب باكل السمك وروحت ايه رحت صايد السمكة ديت وروحت انا اللي رحت اكلتها جبتها وشاوتها وروحت واكلها يبقى تركيز المادة ديت دخل جسم الانسان ده طيب من هنا العلماء اللي بيشتغلوا في علوم البحار والمصايد قالوا ايه طب انا عايز اشوف بقى التكبير ده حصل في ايه فعملنا حزبة لطيفة اسمها بايو كونسنتريشن فاكتور بايو كونسنتريشن عامل التكبير البيولوجي البيو كونسنتريشن بيساوي ايه بيساوي تركيز المادة الملوسة دي في السمك في الفيش تيشو مقسوم على تركيز المادة دي في الوسط اللي كان فيها اللي هي الميا يعني انا عايز اعرف البايو كونسنتريشن فاكتور لمين لمادة دي دي تي دي فين في السمكة الكبيرة يبقى هشوف التركيز ده الاتنين اتنين بي بي ام في الفيش تيشو على التركيز بتاع الميا هقسم ده على ده طب عايز اشوف تركيز البايو كونسنتريشن فاكتور للأسماك الصغيرة يبقى دي هقسم على التركيز بتاع ايه الميا دي طب سؤال بقى هل في هنا يونت ولا مفيش يونت مفيش يونت مفيش يونت مفيش يونت صحي كده منطقي جدا صحي كده ها في يونت ولا مفيش مفيش يا دكتور الواحدة واحدة اصلا هيروحوا مع بعض هو المنطق يقول كده لكن الواقع مش هيقول كده قولي ليه طيب تعال تعال نحسبح كده الكونسنتريشن بتاعت المادة الملوسة دي في انسجة جسم السمكة كام بنحسبه بايه كام ميلي جرام على وزن السمكة مثلا كام كيلو جرام من السمكة صحي كده مظبوط كده ستزتنا الكلام ده مقسوم على تركيز المادة المادة دي 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 او المادة الملوسة بس في المية يعني كام ميلي جرام من المادة الملوسة دي في المية المية دي بتبقى بايه بالليتر صحي كده يبقى ميلي جرام على كيلو جرام مقسوم على ميلي جرام على اللتر طب احنا تعلمنا عشان نقسم ده على ده هنعمل ايه نشيل علامة الاسمة دي ونقلب ده مظبوط مش احنا اتعلمنا يبقى يبقى اللتر فوق والميلي جرام تحت مظبوط صح يبقى انا هشيل الميلي جرام دي مع الميلي جرام دي تطلع لي الوحدة ايه ليتر على كيلو جرام دي الوحدة بتاعت مين ستزتنا بتاعت البيو الكون اصبح لها وحدة وده فعلا اللي ايه ال اي بي اي الانفيرومينتل بروتكشن ايجانسي دي بزلت مجهود كبير جدا وراح تحسب البيو لو تلاحظ ايدي بالتركيز بتاعها اهو اكتشفنا ان في مواد كتير موجودة في البيئة البحرية مواد كتير جدا في البيئة البحرية بتركيزات مختلفة فالبيو بتاعها مختلف في منها الزيرو يعني مفيش مادة الفورمال ده دي خالص في البيئة البحرية وفيه مادة مثلا البنزين البيئة بتاعه اربعة واربعين بص بقى الكلوريدان اربعتاشر الف بص الدي دي اربعة وخمسين الف بص بقى البي سي بي مواد اسمها البايف فينايل كلورينيت بايف فينايل اهي ميت الف بص بقى الارقام خطيرة ازاي ارقام كبيرة وفيه ارقام صغيرة فالباحثين والعلماء اعملوا ايه بقى هم اللي حسبوا الكلام دوت وقدموه لنا كنشاط بحث علمي تمام احنا نقف لغاية كده هنكتف لغاية كده ونكمل ان شاء الله المرة اللي جاية هستأذن حضراتكم مش عايزين ننسى بتاعنا ها تبعتولي برضه على الواتساب ياريت كل الزمله طبعا يبعتوه ضروري بسرعة عشان ايه بالمرة واحنا لسه فاكرين لليه المحاضرة تفقنا كده طيب هل في اي حد عنده سؤال او استفسار قبل ما نخرج الاسايمنت بس الدكتور ممكن بس العديد تاني عشان انا كان عندي شبكة بتقطع الاسايمنت فيه كان بتاعت عندي اللي هي توكسيكنت ايه وتوكسيكنت بي كان المفروض فيه واحدة فيه مادة اكثر صمية من التانية فيه مادة اكثر صمية من التانية طيب مين هم الاكثر صمية الاي ولا البي والجراف عنده حضرتك انتفقنا طيب هستسمحكم كده اخد الحضور بسرعة كلنا نفتح المايك عشان نجاوب بسرعة وانخلص بسرعة اختنا الاء حفظا للالقاب معلش الاء مش موجود علاء دكتور معلش الاء علاء علاء مجدي مفيش الاء مجدي صح اسلام علي سعد لا انا اسف معلش 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 انا اسف ده مجموعة انا اسف معلش عفوا عفوا عالش انا طلبت بطف حاجة تانية خالص معلش انا اسف معلش تسمحوني كمان امجد عفوا مبدون حفظ الارقاب يعني امجد موجود طيب اسلام ايهاب احمد حسين ايوا دكتور موجود احمد شعبين احمد محسن احمد محمد احمد محمد ايوا انا ومعبير على نفس الموبايل طيب تمام احمد محمد بيومي احمد محمد مع حضرتك طيب احمد محمود محمد عيسى تمام احمد يسري بسام ايه دكتور مع حضرتك تامر سامح ايوا 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 عبدالواحد حبيب موجودة دكتور موجودة دكتور اختنا عبير موجودة علاء عبدالحليم علاء عبدالحليم عمر امير كريم ماجد محسن موجودة محمد محسن محمد احمد ابراهيم موجودة دكتور اه محمد احمد علي علاء تمام دكتور محمد فتح الرفاعي محمد فتح عبدالعزيز ايوا دكتور معي اه محمد محمود محمد عبدالله هو اللي كان معانا دلوقتي محمود محمد عبدالله اللي هو اعتذر قبل ربع ساعة استاذي من حضرتك من ربع ساعة هو صحي كده ايوا 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 طيب مصطفى محمود موجود يا دكتور مونة سلامة موجودة ايوا هدية الله موجودة من حضرتك يا دكتور تمام وائل محمد كان على فيه متابعة صحي كده ياسر ساعت موجود يا دكتور يميل يحيى يحيى ايهاب يوسف خالد طيب يعني بصراحة يعني والله بجد وده رأيك كل يعني وما كنت عندي رب رحش حالك والله العظيم ده انا سعيد جدا بكلام ده وشرف لي والله حجيجي يا دكتور والله حجيجي صح تسلم لي والله ما تحرمش من زوج حضرتكم والله يصدقوني والله يعني والله تسلموني ما تحرمش من زوج والله بمناسبة الكلام الحلو ده دكتور بقى بمناسبة الكلام الحلو ده عناية فانت النون اكثر سمية ايه ولا حضرتك اللي تقول لي والله يا رب ده كده حاجة يعني نشغل ايه او بي صح يعني الاجابة بس اقول ايه اكتر صمية او بي صح الكلام بس يفضل حضرتك تقول لي ايه السبب بس يعني بنيت الفكر ده على اي اساس بس على الحتة اللي احنا حسبناها بس كده الميل بمعنى صح الاسلوب وكده تمام فهنستأذن حضرتكم بس ان شاء الله تعملوا لنا ده وتبعته لي وان شاء الله بإذن الله لو فيه اي استفسار خلاص على بركة الله ونشوف حضرتكم بكل خير بإذن الله شكرا لكم جميعا مع سلامة الله تفضلوا حضرتكم مع السلام سلام الله السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا